أحمد البديري من القدس المحتلة كيف تبدو التطورات عن هذا الخبر أحمد كيف بدأت القصة صباحا في اليوم بدأت الشرطة الإسرائيلية بالبحث عن ستة أسرة فروا من سجن جلبوع الذي يقع في سهل بيسان في منطقة هي داخل إسرائيل شمالي الضفة الغربية لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن مدينة جينين الذي يحدث بأن أولئك الستة كانوا موجودين داخل زنزانة واحدة ثلاثة منهم محكمون بالمؤبد إضافة إلى زكريا زبيدي وهو القائد السابق لكتاب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أنفاك في الانتفاضة الثانية وخمسة من حركة الجهاد الإسلامي عملوا خلال أشهر وذلك في إطار حفر نفق طويل يبدو امتدى لأكثر من كيلومتر وذلك تحت الأرض باستخدام أدوات بسيطة جدا كما تقول التحقيقات الأولى لمصلحة السجون الإسرائيلية بعد عملية الفرار بدأوا بالرقد باتجاه تلك السهول والمزارع أحد المزارعين يشك بأنهم مجموعة من اللصوص الذين يتجولون بهذه المنطقة اتصل بالشرطة الإسرائيلية في حوالي الساعة الثالثة ليلا وهذه كانت المرة الأولى التي يتم الإعلام فيها حول هذه المسألة واتصل بالشرطة وقال بأن هناك حالة من أولئك اللصوص الشرطة تلكأت ومصلحة السجون بعد ذلك اكتشفت بأن هذه زنزانة خالية لا يوجد أعد فيها اقتحمت هذه الزنزانة ووجدت النفق وتم الإبلاغ عن فرار أولئك الستة حينها بدأت القوات الإسرائيلية بأخذ القضية على محمل الجد وبالفعل تم نشر العديد من الحواجز العسكرية في المنطقة المحيطة بسجن جلبوع وأيضا في مناطق الضفة الغربية في مدينة القدس في كل مكان هناك حالة من الاستنفار إضافة إلى استدعاء مزيد من القوات وتحديدا أربع صرايا تابعة لحرس الحدود وذلك في إطار عملية طمشيط اللافت أن ثلاثة من أولئك الأسرة أصلا تتورط في عملية محاولة فرار بالسابق وأيضا كانت مصلحة السجون تعلم بأنهم خطرين وبالتالي بأنها لم تتصرف وفق هذه الآلية وبالتالي ذلك شكل إخفاقا كبيرا سجن جلبوع سجن جديد عام 2004 تم بناءه بمساعدة مهندسين إيرلنديين يقال في إسرائيل بأنه السجن الأكثر حراسة وتشديدا وأيضا بنية خرسانية قوية في أرضية هذا السجن ومع ذلك حدفت عملية الفرار التوقيت مهم لأنه يكون في الفترة التي يتحدث الجميع فيها حول انهيار محادفات التبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وذلك في إطار كل المساعي التي كانت خلال الفترة السابقة للحديث حول هذه العملية التي يبدو بأنها فشلت وبالتالي التوقيت كان مهم نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصل بمجموعة من القادة الأمنيين وأيضا وزير الجيش الإسرائيلي وأيضا وزير الأمن الداخلي وذلك في إطار الإعاز إلى اعتبار بأن هذه القضية هي قضية أمنية خطرة خاصة وأن أولئك متورطين بقتل إسرائيليين على حد قول نفتالي بنت وبالتالي فأنهم قد يشكلون خطرا السؤال أين ذهب أولئك الأسرة هناك ثلاثة خيارات الخيار الأول أنهم ما زالوا في المنطقة قريبة لم يستطيعوا أو لم يريدوا ضمن خطتهم البقاء بعيدا وبالتالي البقاء في هذه المنطقة الخيار الفنية يتحدثون عنه بأنهم فروا إلى مناطق الضفة الغربية وذلك لعملية الإيواء داخل القرى أو البلدات أو مخيم جني تحديدا الذي يتم الحديث عنه وأنهم خرجوا من هناك أو بأنهم يريدون الفرار إلى الأردن أو لبنان وذلك باستخدام السيارات اللافت بأن الاستخبارات العسكرية وأيضا المصادر العسكرية الإسرائيلية تقول بأن زكريا زبيدي هو الأخطر بين أولئك الخمسة وذلك بسبب حوزته على معلومات أشخاص إمكانيات مختلفة وأكثر تطورة وبالتالي يمكن أن يساعد أولئك الخمسة وبالتالي الجموع في الهروب في هذه المسألة إلى منطقة بعيدة الجيش الإسرائيلي يتعامل مع هذه المسألة بكل خطورة لأنه ليس من المعتاد أن يكون هناك عمليات فرار من السجون الإسرائيلية كما نعلم بأن تاريخ فرار الأسرى الفلسطينيين هو ليس بالتاريخ الحافل لم يحدث عادة بأن يكون هناك عمليات فرار للأسرى الفلسطينيين نهيك عن أن الشرطة الإسرائيلية تعتبر أولئك بأنهم خطرين لأنهم محكمون بالمؤبد وبالتالي يمكن أن يقوموا بقتل إسرائيليين يمكن أن يقوموا باشتباك مع الشرطة الإسرائيلية مع الجيش الإسرائيلي وبالتالي يتم أخف هذه القضية على محمد الجد في الأوساط الأمنية كل الإسرائيليين في كل تلك المنطقة تم الإعاز إليهم بالحذر واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات يرونها في تلك المنطقة في سهل بيسان ولكن أيضا في كل المناطق التي يمكن أن يفر إليها أولئك الأسر هذه الحادثة الأمنية تأتي تزامنا مع انتقادات لاذع للجيش الإسرائيلي بسبب قتل فاكليك القناص في قطاع غزة الأمر الذي يبدو بأنه تصاعد سياسيا لتصبح قضية انتقاد بين اليمين واليسار وبين المعارضة والحكومة الإسرائيلية ولكن بينما نحن نتحدث الآن هناك انضباط كبير عند المعارضة الإسرائيلية إلى حد ما وذلك بعدم انتقاد مصلحة السجون أو الجيش في هذا الوقت وذلك لأن العملية هي عملية أمنية تحديدا كأي عملية عسكرية إسرائيلية يتم الحفاظ على الوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي ولكن مدير مصلحة السجون قال بأنه سوف يتم البدء بتحقيق لمعرفة كيف تمت عملية الفرار سجن جلبوع كما قلنا هو الأكثر حراسة واللافت هو أن هذا النفق 60 سنتيمترا كما رأينا في الصور من قبل مصلحة السجون وهذه الغرف تحديدا يتم اقتحامها من قبل مصلحة السجون بشكل أسبوعي يتم التفتيش على الهواتف الخليوية معدات آليات حتى الإبرة يتم العثور عليها كيف مصلحة السجون لم ترى حفرة بمساحة 60 سنتيمترا وفي الوقت الذي تدعي وتتشدق في مصلحة السجون بأنها تستطيع أن تحصل على الهواتف الخليوية علما بأنه تم تركيب جهاز قرب السجن وذلك لتعطيل الهواتف الخليوية التي يتم تهريبها داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في سجن جلبوع كلف ملايين دولارات حسب المصادر الإسرائيلية ولكن هذا الجهاز لم يتم تفعيله لغاية الآن وهذا الذي يمكن أن شكله هنا خللا أمنيا بأنه كان هناك تواصل بين أولئك الأسرة الستة مع جهات خارجية وطبعا الحديث هنا عن مساعدين متضامنين أولئك الذين يمكن أن يقدموا الخدمة لا يكفي أن يهرب أولئك الستة تحديدا أولئك العملية كانت عملية مؤقتة استمرت لربما لأشهر وبالتالي فأن عملية حفر النفق لا تقل أهمية عن التواصل مع الخارج وإيجاد الطريقة للانتقال من مكان إلى مكان مر أكثر من ست ساعات سبع ساعات لربما على فرار أولئك الستة هذا وقت طويل جدا للعفور عليهم ولكن الشرطة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي سوف يكون بإمكانهم استخدام كافة الطرق التكنولوجية سواء الطائرات بدون طيار سواء المروحيات التي يتم تمشيطها سواء استخدام كل الوثائل التكنولوجية التي يمتلكها الجانب الإسرائيلي التنصت على كافة الهواتف الخليوية في كل تلك المنطقة حتى في داخل الأراضي الفلسطينية وعندهم كل الإمكانيات التكنولوجية للتنصت وبالتالي محاولة الشبك الإسرائيلي أي المخابرات الإسرائيلية والتي تم الإعاز إليها أيضا من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن ترفع حالة التهوب وأن تجد أولئك الستة كل هذه الأفرع الآن تعمل بشكل مشترك وذلك للحصول على معلومات أولية أين ذهب أولئك الستة الذين فروا من هذا السجن إضافة إلى ذلك هناك أيضا مطالبة من قبل الأمن الإسرائيلي بأن يكون هناك تواصل أكبر مع السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك خشية بأن أولئك دخلوا إلى مناطق ألف وهي المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية تحديدا منطقة جنين نابلس الخليل هذه المدن الثلاث التي لربما سوف تشكل المكان الأبرز والأهم لفرار أولئك الستة إلا إذا اختاروا أن يذهبوا باتجاه لبنان والأمر الذي يبدو صعبا بسبب الأسلاك الشائكة الموجودة على طلفي الحدود أو مع الأردن وهنا أيضا إشكالية تتعلق بالانتقال اللوجستي ولكن في نهاية المطاف أولئك الستة أيضا سوف تكون الشباق مطالبا بالتوصل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية وذلك وطلب منهم للمساعدة في إيجاد أولئك الستة باستخدام اتفاقية أوسلو وكل التعاون ما يسمى بالتنصيق الأمني مع الجانب الفلسطيني والذي بدأ منذ الصباح هذا اليوم لم نعلم لغاية الآن إذا هناك إنجاز وقبول من قبل السلطة الفلسطينية بأن يكون هناك بالفعل تعاون بهذه المسألة ولكن لم تترك إسرائيل أي طريقة أي آلية أي وسيلة إلا سوف تستخدمها خلال الساعات القادمة وذلك للوصول إلى الستة لماذا؟ هذه قضية تقلق الجانب الإسرائيلي من الناحية الأمنية هم يقولون هذا السجن الأكثر حراسة وتشديدا هذا يعطي رسالة إلى الأسرى الآخرين في المعتقلات الأخرى بأنه من استطاع الهروب من جلبوع يستطيع الهروب من الرملة يستطيع من إيشيل يستطيع الهروب من حشرون حدها أهدريم وغيرها من المعتقلات تحديدا وأن هذا السجن يضم المؤبدات وهي الأحكام العالية أولئك الذين شاركوا في قتل إسرائيليين وبالتالي هذا الأكثر حماية من قبل الأمن الإسرائيلي ولهذا يتم الآن التحضير لنقل 400 أسير من داخل جلبوع إلى بقية المعتقلات الإسرائيلية لماذا؟ وذلك كخطة موجودة هناك دائما خطط عند الجانب الإسرائيلي هم لا ينتظرون المفاجآت يعدون الخطط وما نرى الآن هو جزء من خطة كانت قد أعدت مسبقا لكيفية تتعامل مع حالات الفرار هذه الخطة أيضا تكون بأن يتم نقل الأسرة إلى معتقلات أخرى خشت أن يكون هناك أنفاق أخرى أو ما يسمى بالأنفاق الشريكة بأن يكون هناك أيضا زنزين أخرى فيها نفاق آخر يمكن أن مساعدته في هذا الإطار ولكن المفاجأة الكبيرة كانت هو التكتم الشديد وعدم تسريب أي معلومات لأولئك الأسر الستة من الجاد الإسلامي وأيضا زكريا سبيدي الذي يحمل في طيات المجتمع الإسرائيلي الكثير هو ذلك الأسير من حركة فتح الذي تم اعتقاله في سجون السلطة الفلسطينية ثم إعطاءه ما يسمى بالإعفاء من قبل الإسرائيليين وبالتالي عدم استهدافه واختياله ولكنه شارك في عملية إطلاق نار مع المحامي طارق برهوف وتم اعتقاله مؤخرا عام 2019 وتم تقديمه إلى المحاكمة والتالي زكريا سبيدي يحمل الكثير من الصورة النمطية لأولئك المقاتلين الفلسطينيين الذين يشكلون تهديدا أمنيا إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي التي تحمل على أجندتها كما نعلم قضية الأسرة بشكل واضح وجلي خلال السنوات الماضية وتعتبرها على رأس الأجندات الخاصة بهذه الحركة وبالتالي الإحالة الاندفاع السياسي التي نشاهد أيضا على الساحة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر